السلام عليكم وياكم هيتم اليوم سنحكي عن رفع السيارة واذا ما تريد يصير بسيارتك هيتش 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 تفاصيل اكثر خليكم ويانا السلام عليكم وانا هيتم سأسوي فيديوهات عن السيارات طبعا اذا انت جاي اول مرة هنا اليوم قلنا سنحكي عن رفع السيارة نرفع السيارة احنا بحالتين الحالة الاولى اذا صار عدنا بنشر واريد نبدل تاير الحالة الثانية اذا عدنا فد جزء اريد نسوي له صيانة سواء بالعجلات او بنظام التعليق اللي هو احنا نسميه الصدر هسه نجي الانواع الجق احنا عدنا نوعين واشكال هواية النوع الاول اللي هو الميكانيكي اللي هو تفور بيدك تفور بيدك شون البرغي بحيث يكبر ويصغر النوع الثاني اللي هو هايدروليك اللي هي منظومة بها فد زيت معين تدفع بطريقة معينة جزء ثاني راح يرتفع هذا يكون اسهل احسن اأمن تمام نوع الشكل الثالث اللي هو هايدروليك لكن مون تتحرك بيدك اكو ماتور كهربائي تضغط عليه دقمة يرفع لك السيارة اكو كهربائي واكو على الهواء ينربطوا ايه كومبريسر الهواء نحن هنا اوكي هسه نجي قبل بثمانينات او الحد الثمانينات كانت السيارات تأتي شاصي وقشر شاصي اللي هو الفريم حديد شيلمانتين وموجود عليها المحرك والغير والتايرات بحيث جسم السيارة هي بس جايين مركبين فوقها واضح بحيث ثبات السيارة كليته هو على الشاصي هاية تقدر ترفع من اي نقطة من هذا الفريم الحديدي لان هذا هو شايل السيارة كليته بالتسعينات يعني طبعا هذا الحدش على السيارات اللي هي اللي يسموها الماسو بروديكشن اللي هي يعني العموم الناس اوكي صارت هذا اللي قال وبدأ اللي نسوي هن قطعتين ندمجهن كل اللي يتنسوها بحيث صار عندك صار عندك من جو السيارة صار شون المستطيل على طول السيارة تمام هذا هو بديل للشاصي او الفريم او شنسميها سمو مشكلة فهذا احنا من نريد نرفع السيارة لازم نختار منطقة قوية ثابتة غير متحركة هذان المواصفات وين نلقاها؟ بالسيارات الجديدة هاكو يصير عندنا شون الشنال شون شكل المصدرة طالعة من جسم السيارة هايدا تقول لك تعال لي من نانا ترفع واضح؟ او شغلة ثانية يحط لك سهم يقول لك تعال من نار فعها يعني بعد شي سوي لك هاي شغلة ثانية شغلة ثالثة مثلاً او عندك يصير السب فريم او احنا نسميه الفرام ممة هواي هواي اوكي فهذا شنو يصير يصير في الجسم او حديدة شبيرة مو هما لغاو هاي الحدايد الطويلة من الطول للطول فش قاموا يحطون قاموا يحطون حديدة لي قدام وحديدة لي ورا هذان ممكن ينفصلاً عن السيارة مشدودات ببراغل هذان ينشد بيه النظام التعليق بس نظام التعليق ويسند عليهم المحرك والجير من الكراسي مالته اللي وراه جزء يربط به نظام التعليق اللي احنا بالعراق يسموها العربانة وجزء من قدام اللي هو الساب فريم او الفرام ممة هس احنا عرفنا انواع الجقات وشنو نستخدم شنو هسه نيجي التطبيق العملي نرفع السيارة بالبداية نختار منطقة مستوية عدلة فلاحظة السهنانة اكو جهة اعلى من جهة فهاي الاختلاف ممكن يسبب مهلان طبعاً ما نختار هيتش مكان مو صحيح اهنان اكو حاصو وتراب هذا ممكن يزحلق الجيق او الستاند او التاير فهذا المكان هم يصير نستخدمه انه برفع السيارة هس اختارينا مكان عدل وراه هنجي شنسوي نرفع السايد بريك او الهند بريك ويخلي الجير علي البارك البارك هو رح يقفل لنا التايرات الامامية السايد بريك يقفل لنا تايرات الخلفية حسا مثلا احنا اذا نريد نرفع هذا التاير الخلفي اليسار اذا نريد نرفع التاير الامامي من جهة اليمين اوكي اش راح نسوي احنا نجيب طابوقة او خشبة لازم نجيب قطعتين واحدة نخليها قدامه واحدة نخليها ورا اوكي حيث يصير عندنا قفليا من ورا ومن قدام هذا راح يحجر لك التاير الخلفي اوكي هس يجي على الجيك شن اللي متوفر عندنا هسا عندنا عندي اثنين هذا الازرق وهذا الميكانيكي هذا الميكانيكي اللي قلنا عليه يفتر فر هذا دائما يكون هو ما لقلنا الطوارئ وهذا نستخدمه بس اذا عندنا يعني فاتش صار عندنا بنشر شي بنص الطريق يعني للحالة الطارئة تمام ليش؟ لان هو بي خطورة اكثر من البقية فلاحظ ان هو يصعد بهاي الطريقة وينزل بالعكس هاذا ش تكون بي؟ تكون بي هاي العتلة من ندفع هانا ضغطها راح يبدي هو يرتفع لاحظ فهنانا يكون راح يكون اسهل وينطينا قوة اكبر لاحظ هنانا الفراغ هذا للشانال او الستشة او المصطرة اللي ذكرتها انا بالفيديو قلت لكم انه هو المكان اللي يكون لرفع السيارة لاحظ هنانا هنا عدلة ما بيها فهاي مرات هي تعوج لياها لهاي المصطرة او الشانال تسبب بيها فد عوجة هس احط لكم مثال على هذا الشي فلاحظوا القاعدة مال هاذة شكبراتها فهذا راح يكون انه الميلان مالته راح يكون اسهل اذا يمنى يسرى على عكس هذا اللي القاعدة مالته لاحظوا شكبراتها وتكون اربع نقاط اضح؟ اهنا هذا الستاند كلش مفيد ليش؟ لان هذا عنده اربع قواعد وما بيه تايرات اوكي؟ فهذا يكون ثابت بحيث احنا نرفع السيارة باي جق من الجقات اوكي؟ وهذا ننزل علي السيارة هذا اذا نزلنا علي السيارة مستحيل تتحرك تمام؟ احنا ليش قلنا انه القاعدة تكون عدلة هذا الشي مهم؟ لان لاحظ هنسا احنا مرة احنا نرفع السيارة ركز وي الجق الجق ده يتحرك للداخل تمام؟ فاذا القاع مو عدلة الجق ما راح يقدر يتحرك للامام فالجق القوة مالتها راح ترجع عليه بحيث راح يرفع التائرة الخلفي ما للجق اذا نريد نرفع السيارة من الوسط او التائرين فندور على حديدة شبيرة شونهاية اللي هي السب فريم اللي ذكرنا والستاندات نقدر نخليهن بالمكان اللي قلنا ممكن نرفع من عند السيارة او ممكن نخليه بنفس المكان مال هو السب فريم حسب انت شنو المناسب اليك هسا من امثلة الاماكن الغلاطية الاجزاء المتحركة فاللاحظة هنا نظام التعليق او الصدر او الكنترول ارم هي تتحرك ويلجق فما تقدر ترفع اي شيء تمام اهنانة ايش عندك عندك هذا المكان صاير مرتفع ليش لان رافعين السيارة من عنده ومتأذي اهنانة تصير هي بليتة رفيعة مو مار رفع تمام فلاحظة كل ارتفاع اهنانة نزول وهنا ارتفاع وهناك نزول حتى اذا تلاحظ اللاستيكشون ما قاعدة عدل اهنانة صار قلنا بليتة رفيعة او مو ثخينة اهنانة يصير عندنا الشانل من رفع السيارة تمام اهنانة يكون موضع القوة مال الفريم هذا فاحنا منانة نرفع الامام اذا تاير امامي ومنانة نرفع اذا تاير خلفي اوكي اهنانة من الوساط ما نقدر نرفع ليش لان انت هنانة رح يصير عندك ضغط السيارة كل يدها على عكس من ما ترفع من جهة وشغلة ثانية عندك هنانة الباب ممكن يأذيلك الباب الهنج مال الباب المفصل مالته ممكن يأذيلك يصير فتحة الباب وسدة مو صحيحة تقريبا هذا كان كل اللي عندي وشكرا واذا وصلتوا لهنانة هم شكرا مرة ثانية وسوونا لايكات ومشاركات مشاركات يالله اوكي فيما الله غير متحركة ما اسوي لها مونتاج موسيقى موسيقى